اشتركوا في القناة بتنقيس الوزن لأنه عن جد أوقات نحن نكون عم نعمل رجيم المقنطير معين ومبسوطي فيه ولكن ما بناخد النتيجة المرجوية يعني بمعنى ما بننزل الكيلواتي اللي نحن بدنا يهون ودائما مثلكم اختصاصية التغذية بتقلنا أنه لازم يقارن ويتابع مع الرياضة ليش؟ هلأ في اختصاصية التغذية إلى الأسف يقولوا ما بنعطي عم رياضة أول ما تبالش رجيم ما بارث من وين جايبين وهيدا المفهوم مع أنه نحن إذا مش كلنا 3 ربعنا عنا الماشين بتفرجينا قدي عنا مي وعضل وعضم يعني وقتها بنطلع هادي الماشين بنشوف شو اللي نحن عنا يا زيدي أكيد بيكون الدهون واللي عنا يا ناقص بيكون العضل ليه؟ لأنه الأشخاص بحياتهم طبيعية بيقولك عندي شغل وما بلحق وما فيه وما عندي وقت فكل كل هالأشياء هي بس يهربوا من الرياضة هلأ أكيد فيه نوع رياضة بيختلف عن رياضة تانية مش يعني نروح أمور رياضة يعني نروح أعمول أعمول جيم أعمول عضلات لا نعمل رياضة رياضة تعلي الميتابوليسم يعني تعلي دقات القلب يعني نصير ضغط الدم يقوى كرميل تايع لها الميتابوليسم مثل المشي؟ مثل الركض؟ المشي الركض السباحة نطع الحبل الأشياء اللي بتعلي دقات القلب أكيد لازم نعمل رجيم دايت سبور مع الدايت يعني كتير مهم نعمل سبور ليه؟ لأنه إذا ما عملنا سبور نعتبر أول شهر نزلنا ثلاثة لأربعة كيلو إذا ما نعمل سبور منزل ستة لسبعة كيلو سترق يعني سيتيا بدنا تابع حديثنا الشيخ لأنه كتير مهمة اللي عم تحكي لأنه أوقات منتعب ومنتعذب ومنحرم حالنا من إشياء كتير من دون ما نلاقي النتيجة المرجوية ولكن بدي ذكر أصدقائنا المشاهدين إذا بتحبوا تحكونا أي شي خاص الدايت ما ما عم تنزلوا مثل ما أنتوا بتكون عم بتزيدوا كيلو ويت بلا 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 هيدا رقم بعد شوية بقطع الضيقون فيكن تتابعونا وسينتيا موجودة معنا بستوديوهيتنا سينتيا هيدا الشغلة كتير مهمة اللي عم بتقولي عنا لأنه بتحسي مثل كأنه كل حرمانك وكل تعبك راح سودا هلأ شو بيصير نحنا بس نعمل سبور وبس نحرك كل جسمنا غير أنه دورة دموية بتتنشط شو عم بيصير لنقل بالوزن بدي المنزيد أول شي ما نكون عم ننزل بنسبة الدهون بالجسم وعم نطلع بنسبة العضل كل ما طلعنا بنسبة العضل كل ما أخرنا أنه نرجع ناخد وزن بالوقت اللي حق يعني وقتا نكون عم نعمل سبور مع ضييت ما نكون احنا عم نبني هالعضل عم نخفف هالكوش الدهن اللي هي تحت العضل وعم نتوقع من أنه نرجع ناخد وزن أنه بتعرفي كل العالم بيعملوا ضييت شهر وشهرين وثلاثة وبعدين مننسى الضييت ومنرجع ناكل مثل ما كنا عم ناكل بيزهقوا بيزهقوا بالنهاية اليوم الضييت منه أصاص اليوم الضييت فيه كمية محدودة يعني مثل ما قلت بدي استحلي وبيدي آكل اللي بيستحليه لأنه إذا أنا حرمت من أنه آكل نوع معين الجسم بيفود بشيء اسمه يعني مجرد ما أنا أرجع آكله رح يمتصوا دوبلو تريبلو هالدهون رح تتكدس بشكل أسرع مشان هيك هو ضييت فينا نقول هلسي أو صحي ما فيه ما قالي بس مش معنات إذا أجع بالي أكل بطاطا مقلية مرة بالجمعة أو كل جمعتين مرة أقول أنا لا ممنوع فيه أكل بس بكمية محدودة أكيد ما أحرم حالي لأنه الحرمين بدوا يخليني بعضينا قفلت على الأكل وبط الوقت ورجع نصح نرجع نصح فيه شغلي قلتية أنه قلتية للركض قلتية للمشي قلتية لسباحة بس فيه ناس ما بيعملون بطريقة متواترة بالجمعة بمعنى يعني بالشهر بيمرؤون مرتين بيقولوا أنا عم بعمل صبور عم بروح بمشي بشهر مرتين هل هالشي كافي ولا لا بالجمعة لازم مينموم يمرق ثلاث مرات خمسة واربعين خمسة واربعين خمسة واربعين متل ما عم بتحكي مظبوط لازم بالجمعة مينموم ثلاثة لأربع مرات وكل مرة بدنا أربعين لخمسة واربعين ديئة لأنه نحنا بحاجة لعشرين ديئة تنبلش نحرق دهون ونحنا بتسألين يمكن شو لازم نأكل قبل ما نعمل رياضة لأنه في كثير عالم تقول لك أنا عند سبار صحيح بحطه صحن طبخ ولا بيأكل شقف تجدتوها الآن لأنه رايح يمشي رايح يمشي أنا ننتبهي كمان أنه وقت يكون عندنا سبار لازم نأكل قبل بنص ساعة ومش الصحن اللي هو لازم نأكل لازم نأكل نوع من النشويات اللي هو سناك صغير فيه يكون توست مع بروتيين مع لبنة أو جبنة فيه يكون كراكر فيه يكون حبة فواك يعني نحنا بحاجة لهالنشويات اللي بتتحول لسكر بالجسم والعدل بياخدو كطاقة تحت تاني نقدر نعمل سبار لأنه إذا ما أكلنا بالمرة ورحنا عملنا سبار بيقشوت السكر بالدم مندوخ منغيب عن الوعي بتسيطلع نفسنا فلازم ننتبه أنه لازم ناخد حصة من هالنشويات قبل بنص ساعة تقريبا قبل ما نروح نعملها الرياضة أكيد فيكتار سينتيا بيركزوا على الفواك يعني بس يكون عندهم مارش أو بس يكون تعطينا السكر الطبيعي بتقوينا وما نفوت خبز على جسمنا أدي هيدا الطريقة منيحة وبمحلة هي الفواك مثل الخبز أو مثل الطاست هي نوع من النشويات اللي مثل ما قلت ناخد هالفريكتوز أو هالسكر منهم نستعملوا كطاقة لا أنت فيكتارة الخيار للناس يأكلوا اللي هن بيحبوا فيه ناس يمكن تقول لك أنا بفضل أكل طاست أو لقمة خبزة صغيرة مع شي بقلبها هيدا الشيء أكيد بيرجع للأشخاص هن شو بيحبوا يأكلوا بس مثل ما قلنا ننتبه على الكمية يعني ما نأكل كمية كبيرة لأنه إذا أكلنا كمية كبيرة ممكن يصير عصر هضم لأنه ما منكون يعطينا الوقت الكافي لجسمنا طي هضم خاصة بتشوف الناس على المسابح بكرة بالصف كتير بيجوعوا لأنه في شمس بيأكلوا ضغري بدنا ننزل نتصبح حون بيضيقوا أكتر من الشخص اللي بيأكل بيرتاح شوي وبيجع بينزل بتصبح صحيح سينتيا ليه بيقولوا ما كتيرتم بستوا بالمشي أكتر من 45 دقيقة لأن كترتوا مثل قلتوا يعني أوقات منسمعها منكو تشي منتفاجأ منقول أنه نحنا نكون عم نزيد المشي لنخسر وزن أكتر بيقولوا لك لا 45 دقيقة أنف أكتر من هيك أنت بتكون عم تأذي حالك إذا بتمشي ساعة ساعة ونص مظبوطة هالخبرية من هي بتكون أنت عم بتعب عضلك أكتر ملزوم ممكن تعملي يصير عندك تمزق بشي محال تحس أنه عم بيوجعوك إجريك لأنه بتعرف كترة المشي بتعب العضلات بتعب الليجام وبتعب التندون فكل هالإشياء أكيد بتأدي لأوجيع جسم مش ناكل كونش بيقول لك خلينا نعمل بأتدال لأنه بتعرف في وقت الواحد حاله نوعا بيعمل رياضة مجرد ما نحنا نبلش بخمسة واربعين ديئة بيصير عنا نوع بيصير خلص ما فينا إلا ما نعمل سبور لأنه منحس أنه جسمنا بيجعنا إذا ما عملنا فح لأنه العضل بيكون شد وتعود على هيدا النمط وتتوقف سبور كمان بيجعنا جسمنا لأنه هالعضل بيشت كتير مهم وتنكون عم نعمل دايت آسة نضعف بسرعة إنه نعمل سبور لأنه منخاف إنه يشت جسمنا خاصة اللي عنده فوق العشرة كيلو لا يخسرها وبدو يخسرها هلأ بتعرفي جاي وقت العمدات والأول إربانات وبدنا نضعف سرعة يعني نحنا عنا هيدا الترند الشعب اللبناني بيجو لعندي بيأكلوا كل الشاتوية من الدهون للسمن للزبدة للكستنة للبطاطا وبيجو شوفي كيف بديك اضعفين 10 ل 15 كيلو بشهر هيدا الشيء أكيد منه صحي أبدا أكيد وبيصير حدا بينزل بشهر 15 كيلو مش مش 15 كيلو بس بينزل كتير إذا أكيد رك على على الرياضة وأكل بغزاءه يكون مبني على البروتيينات ما يكون فيهم كتير دسم ما فيهم نشوية لحتى جسم يحرق بشكل أسرع بيروحوا على البروتين دايت طيهد ما أسرع طيكون جسمه مرتاح وطي يضعفه أسرع بس هيدا الشيء أكيد منه صحي على المدة طويلة إذا الواحد تعود على الساعة وما عملته أي أشكال وما حس بأوجاع وحس حاله أنه قادر يمشي ساعة بك الراحة هل أنت ضد الموضوع؟ هلأ هو بالتدرج بده يزيد الوقت ما بيقدر فرد مرة يعني إذا كان يمشي 40 ديئة ما فيه يزيدها للساعة ونصد غري بالتدرج شوية شوية إذا زادهم ما فيه مشكلة خلص بيتعود الجسم على هيدا النمط فيه عندك عالم بدن ما تعمل ساعتين وثلاثة كل يوم أصلا الكوتش اللي بيعلمك إذا بتشوفيه قدية عنده عضلات هي كينية عن كارديو ما برجع بيعمل جيم ساعة وساعة ونص بشكل يومي وإلا أكيد ما بتكون شفتين بهالأجسام بس مش معناتها أنه نبلش نلأول نعمل شوك للجسم ونروح بساعة ونص لأنه الجسم حاجة كمانا لأنه تغزيت فوطيله أكل فيتامينات وما عادي بالغزة اللي نحنا منعملون فيه كتير عالم بس يعملوا سبور بلا ما اتعشى أو بلا ما اتغدى لا لازم ناكل هالثلاث وقعات مع سناكات بيناتهم تناخد أكيد نتيجة فعالة أكترون على الميتابوليس إذا خلينا نتفق نحن ويكي ثلاث مرات بجمع 45 دقيقة هني كيفين إن كانوا سبيحة أو ماشي أو ركض المشي بيحرق أقل من الركض هلأ نحنا كيف مننصح لازم بخلال هال40 دقيقة نقصمة يعني كل 10 دقاي نعلي شوي من وطيرة المشي نسرع مثلا ماشي سريع بطيء ركض مية بالمية 5 دقايق هيك 5 دقايق هيك 5 دقايق هيك تنعلي دقات القلب ونجع نوطيها هيك منكون عم نعلي نحنا الميتابوليسم أكتر وعم نحرق أكتر ليه في ناس بيقولولي كثنتي أنه أنا عام لدايت وماشي حالي وما بدي أعمل سبور وعم بنزل وعم بضعف كتير لشو تعزب حالي بتفرق بين 2 إذا عن جد الواحد عم تنزل هالقدي بتفرق بين أنه عم تنزلي أنت وعم تعملي سبور وعم تنزلي بلا سبور تفرق كجسم تفرق 20% إلى 30% هلأ إذا بدنا نجي نقارن بين الشاب والبنت الشاب عنده كمية عضلات أكتر من البنت فالشاب بينزل أسرع أكيد ها أول نقطة تنة نقطة إذا عم نعمل سبور عم نعلي الميتابوليسم يعني نحنا إذا كنا بالدايت طبعنا عم ناكل 1200 كالوري بلا سبور منكون نحنا عم نحرق تنقل 1500 مع سبور منسي نحرق 1800 يعني كمية الوزن اللي عم ننزله بتكون أكبر بوقت أقل بس صحيا للجسم أفضل أكيد أفضل يعني أفضل أنا وعم بعمل دايت أعمل سبور للجسم أفضل ولا بس لأنزل كيلويت لا لازم أعمل رياضة بكل حياتي مش ضروري أنا وعم بنزل يعني أنا بس أنزل بس خلص هالكيلويت اللي بدي أنزله بضل أعمل سبور بس برعب بعل كمية الأكل اللي أنا بحاجة لأله لحافظ على الوزن أنا في كتير عالم بيصيروا مهوسين بيوقفوا أكل كليا وبيعنوا رياضة بيوصلوا الأكيد لأمراض من الأنوركسيا من نقص بالفيتامينات والبروتينات بالجسم فهيدا الشيء أكيد بيودي لمشاكل أكتر يعني نرجع نروح نفوت على المستشفى ونحط دواب المصل تيفوت بقلب الدم تنرجع نتغزى لأنه نعرف أنه الضيط الغلط مع كترة سبور بتأدي لمشاكل صحية منفقد كتير فيتامينات نفقد كتير مع عادن وحتى بيصير عنا مشكلة بجسمنا نحس حالنا عطول تعبانين عطول في إرهاق ما في عنا نشاط من وراء هالنشويات والبروتينات اللي نحن ما عم ندخلها على الجسم مية بالمية وهلأ يعني جبت السير الشغلة كتير مهمة هي الأنوركسيا يعني هي مصيبة قائمة بزيتها لأنه حتى لو شايفوا حالهم على المريه ضعاف بفكروا حالهم نصحين فيه دائمك أمثال بيفجؤوكي يعني مثلا في حدا بيعمل اعتبر من الصبح لساعة 12 رياضة بيأكل ست زيتونات بيرجع بيعمل رياضة ساعتين ثلاثة بيأكل خيارتين بينام مع ست زيتونات يعني هون انت شو بتكوني عم تعملي بيقولولك ايما نحنا عم ناخد بروتيين ما زيتون بروتيين بيقولولك وعم نعطي هيك فريشور للجسم لأنه خيار بس انت هون شو بتكوني عم تعملي جسم بيقدر يتحمل هالكم من الرياضة 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 انت كوني اكيد انه هود العالم بيعرفوا اكتر مننا بالكالوري يعني بيعدوا الشغلة الاكلوها كم كالوري فيها بسا خمس زيتونات سبع زيتونات فاضعين يعني انا كنت اشتغل بمستشفى وكان عندي كايات مثل هالكايات وكانوا يقولولك انه انت عم تطلعيلي تنقول الف كالوري هيدينو بيعرفوا كل شغلة كم كالوري فيها فهالاشخاص عندها خوف من زيتو الوزن فشو بتصير تعمل يعني بتصير تاكل وتستفرغون او مثلا تكبون بزبالة وترد البلاتو فاضي على اساس انه هي اكلت لانه هي خايفة من انه تاخد وزن بس هيدا الاشخاص اكيد اكيد عندها مشاكل صحية كتير منها تعب منها فقر الدم لانه اكيد ما عم تفوت ولا لحمة ولا حبوب فكل هالمشاكل الصحية يلي يلي الواحد ممكن يتعرض لأكيد الشخص اللي عنده انوريكسي عنده مشاكل فيها لانه ما بياكل لو قالك ست زيتون يمكن يكون اكل ثلاثة مش ستة واصلا اكيد 12 زيتون كنهار كغزاء خلال النهار ما انه كافي ابدا يعني هو اخد بس دهون الغير مشابعة هي كنية انه شوية تزبط له الهرمونات بالجسم مع انه الشخص الانوريكسي خاصة البنات اكيد عنده مشكلة بالدورة الشهرية يعني مش كتير يعني صح طيب سينتيا يلي معوض على حاله بيعمل سبور كل يوم كل يوم كل يوم الصباح او كل يوم كل يوم المساء بس نظام والغذاء السليم بيأكل بطريقة سليمة بيشرب بطريقة سليمة بيبتعد عن المنبهات وعن الدهون وما الى هونالك في اي مشكلة معه لانه كل يوم كل يوم بيعمل سبور اذا هيك بيقولك انا هيك معوض كل يوم بده قوم امشي كل يوم الدراسات بتقولي كل يوم لازم نعمل بس نحن كل يوم سفا ايه نحن نشدد انه في اليوم حس حاله الواحد انه اصاص كل يوم بلش بثلاث مرات بجمع بس مجرد ما يتعود الجسم بنصير نزدله خمس مرات عادين سبتوا احد تعرف بيكون بريك لانه عطوا الاشخاص انه عندهم مشاريع بيظهروا برات البيت بس قد ما فيهم يعملوا رياضة بيقولوا رياضة هو العمر يعني قدي عمريك على اساس قدي بتعمي رياضة كل ما عملت رياضة كل ما شبشبت وكل ما ما عملت رياضة كل ما العمر البيولوجيا يعني كبرت بالعمر البيولوجيا يعني هي مش مقولة مش انه والله بيقولوا هي مظبوطة انه اذا عملت سبور بتتراجعي بالعمر واذا ما عملت سبور بتحس حالك عم تتقدمي بالعمر اكتر شي هيدا بيهم البنات ونسوين انه يتراجعوا بالعمر غير بوتوكس والفلر انه يعملوا رياضة طا يضلوا صغار وشابت وهيك هو بتعرفي وين قبل انه اكيد حلو الواحد يهتم بمظهره ويضل مبين جان بس كمان صحيا يعني اذا انت عم تفرق عليك صحيا عم بتحرك كل جسمك من فوق لتحت الدورة الدموية غير انك قاعده ومع بتعملي شي ما تنسى انه النفس بتحسن لا لانه وقت يكون في كتل الدهون بشكل هيل بالجسم بتحسي حالك هيك دايق نفسك مش قادرة تمشي مش قادرة توطل بكل شري تصباتك يعني كل هالدهون اللي مخزنة عند المرأة خاصة عم انطقية البطن والوراك بتحسي هيك تعبانة ما عندها نهشة تقوم بينما بس تخفف لانه 50% بتحس حالة انشط نفسها احسن مشيتها احسن تحس حالة نشيتها غير شي المرأة اللي موالدة جديد فيها تعمل سبورك اليوم حسب اللي موالدة سيزاريان اكيد بيعطوها لطبة ما بيخلوها تعمل اقلها شي لمدة 40 يوم او شهرين كرمان لا يختم الجرح خاصة الجرح الداخلة بس اللي بتكون موالدة اهيان لفيها تبلش اكيد اذا بدك راحة اكتر وبتصير ديناميكية اكتر لتربي البيبي هلا ما تنسي انه اكيد بيكون من وراء الولادة عندها نقص عندها يمكن فقر دم عندها نقص بالفيتامينات والمعادن وعم تتعب بالليل مش نهيك بتبلش بالرياضة تدريجيا يعني منبلش نمشي وعدين منروح على الصفوف التانية اللي فيها تعب اكتر مثل الرياضات الصعبة يعني اللي بتخلي اتعلل متابوليسم وتربي عضل انا بتعرفي على حملين البيبي بيصير عضلنا لوحده ينفخ بيصير يجعنا جسمنا بتصير بتجم كلهم ومش مجبورة عن رياضة كرميلة تقدر تحمل البيبي خاصة باول فترة يعني اكيد لا بيمشي ولا يعني مجبورة تحملها وتمشي فيه بتاينيهم خاصة بهالأيام صرنا انه بدنا ايام ما يبكي فمنحمله وبتعرفي مع الوقت بيكبر ببالش واجع الظهر واجع الكتاف واجع الجسم فلازم نعمل رياضة خاصة منكون موالدين اقل الشي 3 ل4 مرات بالجمعة المشي تنشد الجسم بتفضلي رأس ولا مشي او ركد اكيد الرأس ما بيحرك كل الجسم يعني حزب جنو بينما المشي اذا ايكي بتحركوا اجريكي بتحركوا عضلات ظهريك بيشدوا اكيد منوح للمشي السريع مش تمشي يعني مش رايحين نعمل شوبينج او نتفرج على المحلات رايحين نمشي يعني حاطين في راسنا انه رايحين نعمل رياضة مش رايحين نتمشى لانه اكيد اذا رايحين نتمشى ما رح نستفيد ابدا وما بنكون عم نعمل رياضة مية بالمية سينتيا لكن بدنا نقول لك للسيدات اذا عن جد تحبيين تحافظوا على جسم حلو وهيكي ضل عندكم الديناميكية والنشاط وتقدروا دايما تكفوا حياتكم بطريقة جيدة صحيا ومعنويا وجسميا بقالكم الا الرياضة ومتل ما عبدالكم سينتيا الرجيم بلا رياضة ما كتير افكاس مية بالمية بدكو في ريجيم ورياضة اخر كلم ما بتقليلون نشرب ماء كمان ما ننسى نشرب ماء لانه قطة نعمل سبار كتير من كب ماء من جسمنا نعودهم لازم نشرب 2 لتر ماء بنهار لحتى نخلي الجسم والخلايا بالجسم ما توصل لما حالي يكون عندها تعطش ينشف جسمنا يقشو ضغطنا فخلينا كمان مع السبار ومع الديت نشرب 2 لتر ماء نشرب الماء بطريقة منتزمة لحتى نحافظ على المعادن يلي بالجسم نضعف بسرعة لانه اذا ما شربنا ماء جسمنا رح يخزن الماء وما رح نضعف ورح يورم جسمنا وخاصة هلأ على غيار التأس بيورم جسمنا اكتر من قبل لانه معرضين لالالرجي ونحس انه منفخين وما منعرف ليه من وراء اكيد الشجر اللي حوالينا الاعشاب اللي بضحيتنا الغيار يعني وقتها بتكون انت عم تتغطي بالحرام الصوف عم بتغير كل هالسيستام بتخافي انه جسمك يورم ويخزن الماء كمان فكتير ضروري انه نشرب ماء مع الرجيم اللي هو كنية عن 3 واجبات و2 ساكس ومع رياضة 3 ل 4 مرات اقل شي ساعة كل مرة لنخفف دهون ولنعلي الميتابوليس انت نضعف 20 ل30 بالمية اكتر من الطبيع سينتيا اشقر اختصاصية التغذية شكرا كتير على موضوعك لليوم وانشاء الله هيك الكل يخضوا بعين الاعتبار لانه ما في مننا الرياضة احسن شي احسن دواء احسن من الحبوب كتير هذا انت عم تنصحينا هي انتي سترس انتي سترس انحنا عايشين بانفيرون كله سترس وهي صحة يعني الرياضة هي صحة الجسم فكتير ضروري انه نعمل رياضة لو 40 ديئة بنهار 3 مرات بيكون على الاليلة عم نحرك جسمنا ومنخل جسمنا قوي وبنيتنا قوي 100% اهلا وسهلا فيك سينتيا شكرا لوجودك معنا اصدقائنا المشاهدين نحن هلأ منروح لبريك صغير ونواصل اشتركوا في القناة